اكد معالي سيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس نواب ان السلطة التشريعية ستعمل جاهدة على مواصلة التعاون المثمر والفعال مع السلطة التنفيذية لتعظيم الانجازة وبما اثمر عنه على صعيد المكتسبات والمنجزات بما يخدم مصالح الوطن وخدمة المواطنين في ظل المشروع الاصراحي لعاهل البلاد المفدة مشيدا معاليه بالتوجيهات الملكية السامية خلال ترأس جلالته الاجتماعي مجلس الوزراء في جلسته الخامسة كان المجلس في انتظار مشروع قانون يتعلق بالضريبة الانتقائية والذي حالته الحكومة اليوم بصفة الاستعجال لتجتمع اللجنة المالية والاقتصادية خلال الايام المقبلة لتصدر تقريرها في غضون 15 يوما بحسب ما ينص عليه القانون تم احالة مشروع قانون الضريبة الانتقائية من قبل الحكومة الى مجلس النواب وحيل هذا المشروع بصفة الاستعجال مما يعطي مجلس النواب 15 يوم فقط لدراسة هذا المشروع واسدار تقرير بشأنه المشروع هو يمكن مهم لانه ينظم عملية اقتصادية مهمة وعملية مالية مهمة الضريبة الانتقائية هي اتفاقية خليجية وقعت من قادة دول مجلس التعاون منذ سنوات عدة وجاء الان مرحلة او وقت التنفيذ ولكن من خلال الان طبعا المشروع رفع الى المجلس واستلم اليوم من الحكومة بشقيه طبعا الاتفاقية اولا ثم مشروع القانون فاعتقد ان هذا الاتفاقية والمشروع سيتعرض لمناقشة طويلة اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل اوصت برفض مشروع قانون يتعلق باحكام قانون الطفل المجلس وافق واحاله الى مجلس الشورى ناقش المجلس الموقر اليوم هذا المقترح وقد وافق على توصية اللجنة وهو رفض هذا المقترح بقانون وذلك لان ما ورد فيه متحقق على ارض الواقع كما ان المقترح فيما يتعلق بتعريف الاستغلال الاقتصادي يتعارض مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية ثلاثة اقتراحات بقانون تمت حالتها الى الحكومة وهي تعديل القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبي والمدة الاولى بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والاراضي وقانون الطفل اسباب هذا المقترح الذي تقدمنا به لنظرا لشح الاراضي في المناطق السكنية مما يكبد المواطنين اليوم ارتفاع السوق العقاري في المناطق السكنية واستحواذ الاجانب على التملك في كافة انحاء البحرين وهو عملية انظيمية اليوم لوجود بعض المستثمرين الذين يستثمرون في المناطق السكنية وتحويلهم واختصار هذا القانون ليضمن حقوق المواطني في المناطق السكنية ويكفل ايضا للاستثمار ورفع اقتصاد مملكة البحرين المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن إصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وتمت إحالته إلى مجلس الشورع 15 يوما تفصلنا تحديدا عن إطلاق اللجنة المالية والاقتصادية لتقريرها حول الضريبة الانتقائية هذا التقرير الذي سوف تسبقه الكثير من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تقريب وجهة النظر سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين